وينضم إلينا مشاهدينا من بغداد المحامي والمختص في مجال حقوق الإنسان على حسين أستاذ علاء أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا كيف تعلق من جهتك على إعلان الداخلية القبض على عشرة آلاف متهم بترويج بتهريب المخدرات خلال ثمانية أشهر ماذا يعني هذا الرقم بالنسبة لك؟ تحياتي إلى حضرتك ولمشاهدين الكرام صراحة الرقم جدا كبير يعني أنا بالنسبة إلي كمواطن عراقي وكمحامي أرفع القبض على وزارة الداخلية وأرفع القبض من وزير الداخلية إلى أقل شرطة موجود في وزارة الداخلية اللي هم مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية صراحة إحنا المخدرات بالعراق تفشت بصورة غير طبيعية والمخدرات دخلت إلى داخل العوائل المخدرات أذت المجتمع دمرت المجتمع المخدرات في كل مكان حاليا موجودة المخدرات الضيفة السيئة الذي يدخل إلى داخل العائلة بدون استقبال المخدرات أذية إلى المجتمع فحاليا المخدرات نعم وزارة الداخلية قاعدت تعمل بصورة صحيحة وقوية نحن سابقا تكلمنا ونتكلم الآن وسنتكلم عن المخدرات في وقت لاحق المخدرات يجب أن تحسن قضية المخدرات بالعراق المخدرات بالعراق الآفة السرطانية التي نهشت المجتمع المخدرات بالعراق حاليا يجب أن يكون هناك نفير عام أي ثورة ثورة من قبل جميع الأجهزة الأمنية المتمثلة في مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات وجميع الأجهزة الأمنية يجب أن تكون هناك ثورة صحيحة من الجهة التنفيذية ضد المخدرات في كل أماكن العراق نعم طيب سيد عليك كيف تسنى لتجارة المخدرات هذا الضيف السيء على العوائل العراقية كما تقول كيف تسنى للمخدرات هذا النمو هذا الاستفحال في العراق ما هي العوامل التي شجعت على بروز هذه الظاهرة بهذا الشكل أولا سيدي الفاضل المنافذ الحجود العراقية غير دقيقة 100% في التفتيش لذلك دخلت المخدرات لعراق هذه الجهة الجهة الثانية التجارة السهلة السريعة المربحة المخدرات أصبحت في العراق من قبل مروجية المخدرات وتجارة المخدرات ثالثا الفقر والجهل الموجود في العراق يجعل الشخص يلتج إلى المخدرات المخدرات حتى نحد من المخدرات أولا نتكلم بصورة صحيحة أولا مشكورين قناتكم أنتم وجميع الإعلاميين لكي تكون هناك أيضا من ضمن الثورة ضد المخدرات أن تكون هناك توعية من قبل الإعلام ويجب أن يكون هناك مساعدة من قبل منظمات المجتمع المدني والتوعية ومرش عمل حتى نحد من المخدرات هذا جانب الجانب المهم يجب أن يكون هناك توعية من العائلة العراقية يعني نحن سابقا نتكلمنا بهذا الموضوع العائلة العراقية يعني كل شخص يعرف ابنه كل شخص يعرف بيته كل شخص يعرف زوجات يعرف زوجه فلذلك التغير الفسلجي اللي يصير بالشخص رح تتغير أول شي حسب ما تكلمنا مع الأطباء يقول للشخص اللي يتعاطى المخدرات رح يكون هناك ينامه نوم عميق رح يكون هناك تصرفات غير أرادية تصرفات هجومية تصرفات في المشاكل هذا الجانب والجانب المهم اللي لازم نتكلم عنه صراحة حتى نحد من المخدرات يجب أن تكون هناك لجان مختصة في وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمنظمات المجتمع المدني للتوعية خاصة الطلاب المتوسطة طلاب المتوسطة حاليا هم في عمر المراهقة يجب أن تكون عندهم توعية توعية أن المخدرات شنو آثارها شنو مظارها ولا سيما عند الإعدادية والكليات والجامعات العراقية يجب أن تكون هناك ورش عمل تثقيفية للطلاب حتى يعرفون شنو أذية المخدرات على المجتمع المخدرات شنو قاعد يتسوي بالمجتمع المخدرات قاعدة تأذي المجتمع ويجب أن يكون هناك يعني بين القوات الأمنية تعاون وبين الاستخبارات وبين المواطنيين حتى نوصل إلى حتى نقدر ننهي المخدرات ونحضم نعجها طيب استاذ علاء ماذا بخصوص القوانين التي تعالج هذا الملف هل هي قوانين يعني مؤثرة هناك جدل وهناك نقاش يجري حول إجراء بعض التعديلات القانونية ماذا تقول بهذا الشأن باختصار لو سمحت القانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 المادة 28 المادة 28 من القانون كل شخص يتاجر بالمخدرات يحكم 15 إلى 20 سنة ومصادرة الأموال منقولة والغين منقولة والمادة 30 بالنسبة للي تعاطون المخدرات في نفس القانون يحكم من 6 شهر إلى 3 شهر وغرامة 5 ملايين لكن بالصورة الصحيحة أيضا حتى نحد من هذه الظهرة باعتبار العقوبة هي ردع وأصلاح أصلاح حتى يذهبون إلى المستشفيات حتى نعالجهم أما بالنسبة للردع يجب أن يكون هناك ردع قاسي بالنسبة للأحكام ويجب أن تكون هناك نعم تعديل يجب أن يكون ويجب أن العقوبة تكون أزيد من العقوبة بالنسبة للمتعاطي يدين حكم 6 شهر أو 3 سنوات لا يجب أن يكون هناك عقوبة أقوى حتى يكون حد في هذا الموضوع لأن سابقا في العراق كانت عقوبة المخدرات بالنسبة للي يتاجر وبالنسبة للي يتعاطي إعدام شنقا حتى الموت هذا القانون سابقا كان لكن نعم أنا مع تعديل القانون وأن يكون القانون أكثر سرامة وأكثر قوة بالنسبة للأحكام حتى نقدر من حد من المخدرات نعم من بغدادة المحامي والمختص في مجال حقوق الإنسان علاء حسين شكرا جزيلا لك